أهلا بكم مشاهدين الكرام خبر هام عن متقايد القضاعين العام والخاص قبل ما نبدأ ومن تنسوش الدروجام وتشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بجديد الأخبار والآن إلى تفاصيل الخبر كشفت تادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية تدابر المتعلقة بالزيادة في معاشة متقايد القضاعين العام والخاص وأفدت فتاح في جوابها عن سؤال لفريق الأصلة والمعاصرة بمجلس النواب حول زيادة في معاشات متقايد القضاعين العام والخاص أن استفادت المتقايدين على بدا سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريب على الدخل المطبق على المعاشات تمكن من نسبة خصمهم ما تنهز السبعون في المائة قبل تطبيق الضريب عليها كما أكدت الوزير أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى ألف درهم شهريا بالنسبة لصندوق الوطن للضمان الشماعي و ألف وخمسمائة درهم لنظام المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الجماعي لمنح رواتب التقاود